موسيقى موسيقى عزائي المشاهدين والمتابعين لينا في كل مكان أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح في البداية دعوني أرحب بنيافة الأنبة مكسيموس الذي أتشرف بوجودي معه في هذا البرنامج نيافة الأنبة أهلا مرحبا بك أهلا بك دكتور والشرف موصول لأنا أيضا وأن أشاركك في تقديم هذا البرنامج قضية النهاردة نيافة الأنبة قضية هامة جدا وحنشوف الأهمية بتاعتها لما نبدأ نتكلم عنها ونترحها يمكن تكون بنتكلم عنها في مناسبات لكن هي الحقيقة مش قضية مناسبة ولا احتفالية لكنها قضية جوهرية لأنه متعلقة بعقيدة الخلاص ودي أمر مهم جدا وهذا نيافة الأنبة بنفتح حوار حوالين قضية صليب المسيح وقيمته معيزة أبدأ مع حضرتك مباشرة بالسؤال اللي ليه صليب المسيح وقيمته بيعتبروا من أهم الأحداث في تاريخ هذا العالم لأن صليب المسيح وقيمته حققوا الهدف الجوهري لتحرير البشرية من قبضة الشيطان ومن تملك بقعة الشر في الكيان الإنساني فبالأسف الشديد الكلام اللي تقال فيه العصور الوسطى من أن المسيح دفع دين الخطية لله الآب لا وجود له لا وجود لهذا الكلام في العهد الجديد إطلاقا الترانيم التي رضونا عليها أسست لعقيدة لم يقل بها الإنجيل ما فيش الكلام ده في الإنجيل ولا الفكرة اللي قامت على أساس الجريمة والعقاب اللي هي عيدولوجية العهد الأديم إنها هي الوصية وها هو العقاب واتأسست فكرة الجريمة والعقاب هذه على أساس قصة التفاحة والجنة والعصيان إن ربنا قال ما تكلشي هو أك طبعا أنا حكيت معاه إن الراجل الملحد وقف يتكلم على التلفزيون الأمريكي ويقول تعالى قارن بقى بين ربنا ربنا بتاعكم وبين آآ لوسيفر بتاعنا لوسيفر ده اسم الشيطاني يعني في الثقافة اللاتينية أنت ربنا بتاعك عشان آآ آدم كال تفاحة واحدة خرب الدنيا وتعالى شوف بقى لوسيفر بتاعنا آآ يعطيك كل آآ ما تريد وبعدين آآ أفاجأ إن القديس أساناسيوس بيقول في كتاب الرسالة إلى الوثنيين إن قصة الجنة والشجرة تعبير رمزي من آآ موسى النبي فاللهوت الذي تأسس فيه العصور الوسطى تأسس على حكتين الحاجة الأولانية هي آآ آآ العهد العديم وآآ آآ فكرة الجريمة والعقاف النموس اللي هو الشريعة آآ وما يستدبع ذلك من الجريمة والعقاف والحاجة التانية هي النموذج الإقطاعي السلطوي اللي كانت بتعيش فيه أوروبا في العصور الوسطى ومن ثم فقط صيغة نظرية أولا سخر منها كل الفلاسف اللي هي آآ نظرية أنصالم اللي هي بتقول إن المسيح مات عشان يوفي الدين لله الآب حتى يغفر الله الآب وإن الله الآب مش قادر يغفر من غير سفك دم و صورة رهيبة يعني هذه النظرية سخر منها الجميع طبعا أنا أنا قرأت بعيني في كتب اللهود آآ وأنا بعمل الرسالة بتاعتي إنه أنصالم وضع هذه النظرية عشان يشرح فكرة الفداء بنظرية الأعدل والرحمة بالمفاهيم الإسلامية يعني عشان يشرح للمسلمين طبعا أكتر ناس سخروا من هذه النظرية بعد الفلاسفة بتوع عصر التنوير المسلمين ومع هذا آآ آآ الناس اللي بتتولى شؤون القيادة في الكنائس في مجتمعنا الشرق يعني لم تتنبه لأن لأن هذه السخرية من هنا ومن هناك لها معنى واعتبروه شكلا من أشكال ال الاضطهاد لمبروستهم الإيمانية أنا بعترف أهو قدامك على الهوى أنني لم أبدع شيئا في النظريات اللي هوتين وأقدر أقول لك كل جزئية أنا ختاة من مين من الأباء يعني جزئية جزئية أنا لم أبدع شيئا أنا مجرد قرأت لكن الدور اللي أنا عملته عشان ما بقاش بجد بقى أقول حقيقة إن أنا ربطت الأحداث دي كلها بعضها ووصلت للتحليل النهائي للصورة على المحو اللي أنا بشرح ففكرة إن الصليف كان علشان طردية الله الآب وعشان يرضى وعشان يغفر وعشان طبعا فكرة مضحكة جدا فكرة مضحكة إنه عشان يغفر يقدم ابنه للموت حاجة يعني يعني فكرة غير حكيمة غير عقلة والحقيقة والحقيقة غير هذا ونصوص الإنجيل غير هذا إن الصليب كان مواجهة مع ملك الموت ملك العالم الشيطان المتصلت على البشرية و فك قبضة الشيطان من من على البشرية كان سيستحضر أيضا عامل تاني وهو تطهير البشرية من بقعة الخطية وبقعة الموت ومن ثم في الصليب صار مسألة جوهرية لأنه من خلاله حصلت المواجهة اللي حررت الإنسان من الخطية ومن الموت ومن استعباد الشيطان آخر حاجة بقى عشان قدي لجنابك الفرصة تسأل إنه المؤمنين يؤمنون بالمسيح ويؤمنون بأن المسيح خلصنا من الخطية ومعظم الناس عايشة تحت الخطية زيها زي غيرها ما خلصتش من حاجة لأن الموضوع تلقين دون استيعاب لاختبار حقيقي إنه اتشفى فعلا من بوقعت الخطية لأنه اتحرر من الشيطان لأنه انتصر على الشيطان كل ده مش حادث في حياته التطبيقية والعملية فأصبح الموضوع بقى كله كلام هذه المشكلة نفت الآن بقى أنا معي شاهدين وحنقف قدام كل شاهد كده ونشرحه علشان القضية دي تزداد وضوحا لكن بشكر حضرتك قوي على التوضيح اللي قلته في تعقيب الأولاني الشاهد الأول من إنجيل لؤى وعدد 22 28 يا بنات أرشليم لا تبكينا علي بل بكينا على أنفسك وعلى أولادك نعم بضلا نفت الأنب إحنا عايزين نشرح للمشاهدين خلفية تاريخية بتاعة هذا النص قبل ما نشرحه خلفية تاريخية إنه اليهود رؤساء الكهنة اليهود أحسوا بإن هذا المعلم اللي خارج من من نوير يعني ليس من ليس من جماعة الكهنة يعني بيعمل معجزات عمرها ما حصلت ومن ثم فلما عمل المعجزة إقامة لعاذر من الموت بعد أربع تيام قالوا لبعضهم إيه وذا كل قد ذهب وراه إنكم لا تنفعون شيئا خلاص رحت عليكم بالعامية المصرية وهذا الرضاي اللي إحنا مش عارفين هو جذوره إيه حياخد الجو منك بحنكمل بالعامية المصرية حياكل الجو منك طيب ما خلص منه بقى ومن ثم عمل يعني إعلان اللي يسلم هلنا يسلم هلنا مش يعني يقول لنا هو فينا عشان نروح نمسكه لا يسلمه باتهام عشان يقدمه للوالي اللي يسلم هلنا باتهام له جايزة ثلاثين من الفض أنا مش عارف بقى الحياة الثلاثين من الفض يساوي كام يعني ساعتها ولا يساوي كام دلوقتي المهم كان يهوزة الإسخريوتي اللي هو كان واحد من تلاميذه كان عنده مشكلة ما مع نفسه ومع المسيح ومن ثم فراح قال لهم أنا أسلمه لكم طيب فراح سلمونهم إيه بقى الاتهام الاتهام إنه قال أنه ابن الله خدوه وراحوا به للوالي والوالي يعني كان مش شايف حاجة في المصلح اللي بيعمل مواجزات وبيعلم الناس لكن هم قالوا له إذا لم تصلبه فلسه محبا لقيصر الراجل خاف وانتهى الأمر بإنه سلمه للصلب كان بقى العادة كما يفعلون إنه خرج حامل الصليب بتاعه إلى مكان الصلب الناس كلها خرجت يعني كأننا في قرية والكبار والصغيرين الولاد والبنات والستات والشعب كل القرية كل البلد خرجت الناس الناس اللي خرجت دي عملها معجزات وشاف أولادها وعارفين وشايفين هو باركهم إزاي فالبنات أو الستات يعني اللي هم العنصر الأكثر تحننا من الرجل كانوا بيبكوا عليه بيبكوا على موته على أنه هيتصلب على الظلم الذي وقع عليه المسيح هو شاير الصليب والبنات أرشاليم اللي هم نساء أرشاليم يعني بيبكوا عليه اللهم يا بنات أرشاليم لا تبكين عليها بل ابكين على أنفس كنا وعلى أولادكم لأنه واذا أيام تأتي يقولون طوبة للبطن التي لم لم تحمل كان بيتنبأ عن خراب أرشاليم فهو بيقول لهم يعني ما بين قسين الصليب ده أنا هنتصر عليه وهقوب لكن أنتوا ابكوا بقى على حل حل هذا الشعب ابكوا على هذا الشعب اللي الأمور ستنتهي به إلى المسبحة اللي عملها التيتوس اللي صار بعد كده امبراطور يعني القائد الروماني اللي آه حاصر المدينة وخلى الناس تأكل الجسس فهو عمل مسبحة رهيبة ولما دخل المدينة حرت الهيكل بالمحاريق مش بس هدمه حرته انتقام شديد يعني فهو بيقول لهم ابكينا على أنفسكنا وعلى أولادكنا من المصير المحزن الذي ينتظر الأبناء على يد آه القائد تيتوس شكرا نافة الأنبة الشاهد التاني من إنجيل يوحن وإسحح 19 وعدد 26 27 فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا أمك فضل نافة الأنبة أولا احنا في الثقافة المصرية كلمة امرأة كلمة مش مؤذبة ولكن طبعا أنا عندي هنا ما في كنيسة ناس من شعب من سوريا ومن لبنان هم يستعملون كلمة مش امرأة بقى الكلمة اللي يستعملوها دي عيبة كبيرة عندنا في مصر يقول لك ها المرأة المرأة فكلمة المرأة اللي هي يا امرأة دي الامرأة ليست بالمذاق الثقافي بتاعنا في مصر لكنها بالمذاق بتاع الثقافة الثقافة الانسان اللي عايش في الشام هي 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 تعبير التعبير المحترم اللي يساوي ان اقول للمرأة يا سيدتي مثلا فده نمرت واحد فهو مش بيكلمها باحتقار بيكلم امه باحتقار بيقول لها امرأة او ها المرأة زي ما بسمع من اللبنانيين والسوريين لا الفهم ثقافات الشعوب وخلفياتها التاريخية مهمة عشان فهم الاشياء الجزء التالي من الكلام بقى انه انه هو خلاص اتصلب ولما سيقوم من الصديب لن يكون له ما كان في الارض الدور بتاع الارض انتهى وسيرتفع الى السماء سيرجع الى ابيه فهذه الام من الذي سيرعاها لانه هو الذي كان يرعى امه ويعتني باحتياجاتها فهو بيسلمها لأكثر تلاميذه قربا من قلبه حاجة تانية انه مش بس قربا بقى من قلبه ما هو بيحبهم كله لا يوحنى كان شابا ولم تكن له امرأة ولا اسرة لانه طبعا هو لو كان عنده امرأة وراح يجيب العزراء يعيشها مع امرأته كتا تبقى يعني اسأل النساء ماذا يحدث انك تدخل امرأة البيت غير سيدة البيت ايا كانت بقى هي ام مين حتى لو كانت ام ام الشخص نفس يعني من القصص اللطيفة انه بحل مشكلة بين زوجين ان الناس اللي اتنين مشوا راحوا الى الابدية خلاص فانا هقول القصة كما هي فهذا الرجل لما كان في مصر كانت اسرته فقيرة لما جيه هنا امريكا يعني ربنا بارك ومن سمة اراد ان يعوض امه بقى عنده بيته وحياة كريمة وهكذا فجاب امه تعيش معه فهي قعدتها في البدروم انا بقولت لها وبعدين بقى خلقت كل يوم فانا بقول لها يا فلانا دي امه قدتلي ولكنها امرأة قلتلي يا سيدي بقول لك دي امه تقول لي ما انت مش فاهم يعني ايه احساس المرأة فبقى بس عشان الاضاع حكيت القصة فما ينفعش ان انك تدخل امرأة على بيت فيه امرأة اخرى ومن ثم هو اختص يوحن الشاب اللي ما عندوش غير المتزوج ان هو اللي يوكله بامه لتصير له امه عشان كده قال له هذه امك يعني من الان اتخذ امي لتكون اما لك واعتني بيه شكرا يا فتل اب اذا المعضرتك لنقطة اخيرة في الجوز الاول من لقاءنا عن الالام الروحية على الصليب اللي بتتشاف ان هي من اكتر الاشياء اللي كان يخشاها المسيح لكل المجد هل بالفعل هذه الالام الروحية كانت موجودة في في زهن المسيح ويخشاها فضل هو بس هل نستبدل كلمة الروحية بالنفسية هل كان المسيح انسانا له نفس ومشاعر انسانية مثلنا الاجابة نعم لقد شابهنا في كل الشيء ما خل الخطيئة وحده هل المسيح الانسان ده حل فيه ابن الله الاجابة نعم هل حينما واجه المسيح الصليب هل الذي صلب هو ال الانسان ام الذي صلب ابن الله ام الام الذي صلب الاسنين معا انا متأسف بس مضطر اقول الكلمة متأسف عشر مرات سيكون جهل ما بعده جهل ان يقول احد ان ابن الله اه اتصلب مع الجسد ده جهل جهل انت لو كنت درست الف بي في اللاهوت ما كنت ش قلت كده لكن انت تردد هذا الكلام من فرط الجهل ف مش اللاهوت لم يفرق ما سوته ايوه يا سيد اللاهوت لم يفرق ما سوته طب يبقى لما اتصلب اتصلب لهوته مع ناس سوته اسراع ده دار بين مصطور وبين البابا كيرولوس عمود الدين اللي هو البابا رقم 24 من بابات اسكندرية نسطور كان يرى ان ابن الله بيفرق ابن الانسان وان لما جل الصليب خلع نفسه وسبب ابن الانسان يتصلب لوحده وكان بيقول نفس العبارات دي مش بتقول لاهوت لما يفرق نسطور هو بقى نسطور بقولك لا لاهوت يفرق نسطور طب يا أخواني اللي بتقول له لاهوت لما يفرق نسطور يبقى لاهوت واتصلب فكيرولوس عمود الدين قال له ايه الكلام ده في محاضر المؤتمر قال له دلوقتي الحديد المحمى بالنار اذا طرق بالمطرقة فعلى من يقع الطرق على الحديد ام على النار طبعا لو قلت انه بيقع على النار يبقى خلاص بقى الحكمة فارقة الانسان لو قلت انه بيقع على النار والحديد نفس الشيء لان الطرق يقع على الحديد ولا يقع على النار فالذي وقع عليه الانسان الذي يقع عليه الطرق الحديد من غير ما تقول لي ان يفرق نسوته لا ما يفرقش نسوته ولا حاج لا هوت ولا يفرق نسوته ولكن الالام والصلب والموت لا يقع على من لا يموت الحي لابدين لكنه يقع على الانسان القابل للموت الجزء بقى التاني ان المسيح نفسيا كان يشعر برهبة من الصليف فليس الامر كما يتصور بسطاء المسيحيين انه الالم بتاع الصليف هو الام انه سمر في الصليف بالمسامير ان الشوك وضع على رأس ان هذه الاشياء اذا كان الشهداء وجهوا امثال هذه الاشياء ولم يجفلوا منها لا المشكلة الان انك بتجيب انسان نظيف قوي وهدوم شفافة نقية ورحت نقية وانسان نظيف وانف قوي وبعدين تدلق عليه هتحطه في البكابورت مثلا المشكلة كانت ان الابن القدوس بكل القداسة اللي استلامها الانسان من اللاهوت رح يتواجه مع مش عارف اقول ازاي الشرير القذر الناجس اسمه الروح الناجس وان المواجعة هتحصل بين وبين الروح الناجس وانه بكل الناجسة اللي فيه والقذر اللي فيه هايجي على القدوس دي كانت المشكلة النفسية وده كان البعض الرهيب بالنسباله في الصليف فهل كانت الام المسيح نفسية وروحية وروحية اكثر من الالام الجسدية الاجابة نعم والدليل على هذا نبوة اشعية من الضغطة ومن الدينونة اخص والدليل على هذا ان الحرمية اللي كانوا مصلبين معاه كانوا عايشين وهو مات هو مات وهم لسه عايشين وعشان كده اضطروا يكسروا سيقانهم عشان ينزفوا ويخلصوا منهم فاذا هو هو مات من ضغطة الشر في ال الرب وضع عليه اثم جميعنا في هذه المواجهة مع الشرير مع الروح الناجس طبعا هو كان عارف انه هيقوم كل حاجة بس زي ما قلتلك كده يعني لحظة المواجهة من شخص نظيف قوي و واشياء قذرة قوي كانت هي النقطة الصعبة اللي جاية على نفسية المسيح ناسه انسانيته نفسيته الانسانية يعني شكرا نفسية الانبا يعني احنا تجاوزنا الوقت المتحدد لنا في الجزء الاول لكن الموضوع هنكمل حوارنا فيه مع حضرتك في الحلقة القادمة لانه احنا لسه ما دخلناش في عمق قضية القيامة ولسه في جزء كمان في الصلب بالحقيقة يعني نعف قدامه كمان ونشرحه اكتر في الحلقة القادمة لكن خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع مرة تانية مع حضرتك واسئلة مشاهدين والمتابعين لنا على مواقع التواصل الاجتماعي عزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم اهلا بكم عزائي المشاهدين مرة تانية مع الجزء التاني في لقاءنا مع نيافة الانبة مع اسئلة مشاهدين والمتابعين لنا على مواقع التواصل الاجتماعي نيافة الانبة الحقيقة بنسعت جدا بالفقرة دي لانه بنطل بيها على حالة كتير من الناس واصدقائنا بالاسئلة اللي بيبعتوه سؤال الاولان نيافة الانبة النهاردة جاي من احد الاصدقاء بيقول هل نور الله هو نفسه ذات الله هذا سؤال جيد جدا وانا عايز اعمل مقدمة للسائل وللمشاهدين استاذي الجليل الراحل الانبة رغوريوس الذي علمني اللاهوت في اول مراحل التعليم اللاهوتي علمني درسا لا ينسى فيه حينما كنت اسأله في قضية خلافية والدرس هو قال لي بحصر لفس قال لي يا ابني انت لا تخطئ اذا التزمت بنصوص الانجيل وعليه فقد تعلمت منه انه مهما كانت المعارف اللاهوتية والدراسات واقوال الاباء فينبغي ان اضاهي كل الشيء بالنص نص الانجيل الان اه انا في الشرح حتى ابسط الامور استخدمت كلمة نور الله او نور الاب للتعبير عن ابن الله هذا ليس ابتاع لا هذا بنص اولا اه خلينا اقول الاقتباس من الاقتباس اللي بيقول ايه نورك الحقيقي ابنك الوحيد فالاقتباس قال نورك الحقيقي ابنك الوحيد طيب انت لسه ايل ينبغي ان اضاهي كل شيء بالنص الانجيل اه في الرسالة العبرانيين بقى قال عنه ايه بقى الذي هو بهاء مجده بهاء مجده ورسم جوهره فالله هو النور الازري وبيتكلم عن الابن الذي هو بهاء النور انا بقى ذهبت الى شرح القديس اساناسيوس وتعبيرات اساناسيوس اللي قال ان الاب هو اصل النور وان الابن هو شعاع النور طيب دلوقتي اهنا عندنا تمييز بين في الفهم بين الاب والابن والابن فين التمييز طيب ان ده اصل النور وده شعاع النور ووصف الروح القدس بانه قوة الضياء او قوة التواه تاني فين التمييز ما هو ده نور وده نور وده نور هو هو نور ايه هو نور نوع ولكن ولكن شعاع النور له سرعة هي سرعة الضوء يبقى شعاع النور يتحرك وله سرعة وهذه السرعة هي سرعة الضوء اللي معروفة لنا بينما قوة الضياء لا سرعة لا متحرك ما ملها السرعة لكن انا نقيسها باللومن فنقدر نقول هذا النور الطاقة القوة الضياء بتاعته كازا لومن مش كزا وط كزا وط ده استهلاك اللمبة من الكهرباء فاذا هنا فيه تميز بين تميز بين الشعاع الذي له سرعة وقوة الضياء التي لا سرعة لها وتقاس باللومن المقدمة دي بس عشان ايه مقدمة دي علشان محدش يقول ايه الفلسفة دي ما هو الشعاع هو النور لا الشعاع مش هو النور ولكن الشعاع في النور والنور في الشعاع فهو نور واحد برضو برضو العبارة دي نقلا عن القديس اسناش نروح للانجيل بقى انا في الاب والاب فيه انا والاب واحد الشعاع في النور والنور في الشعاع النور والشعاع نور واحد طيب اذا اذا كان انا في الاب والاب فيه وانا والاب واحد يبقى انا اقدر اقول ان مصدر النور اصل النور وشعاع النور نور واحد نعم واقدر اقول ان الشعاع في النور والنور في الشعاع نعم لكن هل اقدر اقول ان الاب هو الاب لا اذا لان الشعاع ليس هو اصل النور فالآب ليس هو الاب رغم ان الاب في الاب والاب في الاب كما ان النور في الشعاع في النور والنور في الشعاع سؤالك بقى هل نور نور الله الذي هو الاب ابن ابنك الوحيد نورك الحقير هو نفسه ذات الله لو كان الاب هو الاب كتب الاجابة نعم ولكن لان الاجابة الاب ليس هو الاب مع ان الاب في الاب والاب والاب اله واحد الا ان النور ليس هو اصل النور فاذا الاجابة هي لا الاب ليس هو الاب مع ان الاب والاب اله واحد وكذلك النور الله الذي هو الشعاع ليس هو ذات الله الذي هو اصل النور سؤال جيد ورائع واشكرك على هذا السؤال اشكرك احنا بنشكرك ناف سؤالنا التاني بيقول وبالاجماع عظيم انه هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وصديقنا بيسأل على هذا النص بيقول لماذا اختار الله ان يظهر في الجسد وهل جاء ليعلن عن قدرته الالهية بنفسه واذا كان الله يريد ان يعلن نفسه للبشرية فلماذا لم يظهر في هيئته الاصلية بدلا من التجسد ولماذا عندما يأخذ جسد يقبل بكل الاهانات والآلام فلا يمكن للعقل البشري ان يصدق ان يكون الهه بهذا الضعف نأخذ السؤال جزئية جزئية فبداية الله هو النور نور لا تدركه الابصر نور لا يقدر احد ان يراه و النور هذا النور له شعاع يعلنه انا لا استطيع ان ارى النور الا من خلال الشعاع من خلال الشعاع ولا استطيع ان اصل الى مصدر النور الا بواسطة شعاع النور شعاع النور هو الابن فالان لما يقول الله ظهر في الجسد النور الازلي ظهر في الجسد كيف بابنه بشعاع النور فالله ظهر في الجسد بشعاع نوره اي بابنه ده نمرت واحد نمرت اتنين لماذا اختار الله ان يظهر في الجسد الاجابة موجودة في انجيل يوحان اصح واحد لكن اكثر الناس يقرؤون بالخلفية اللي في ازانهم وليس يقرؤون ليفهموا النص ويعوا ما يقول النص بيقول ايه كان النور الحقيقي اتيا الى العالم والنص بيقول ايه ان الكلمة صار جسدا اتجس والنص بيقول ايه بيجاوب على السؤال بقى ليه ليه الكلمة صار جسدا ليه النور الحقيقي ظهر في الجسد بيقول ايه بقى لكي ينير كل انسان يبقى لكي ينير كل انسان كان النور اتيا وظاهرا في الجسد الخناء او الحوارات الفكرية بت بتتصارع على هل كان نور نور الاب اي ابنه حل فيه انسانية المسيح ام لا طبعا الموروس الاسلامي بيقول ان عيسى لم يحل فيه النور الحقيقي هذا صحيح لكن الموروس المسيح بيقول ان يسوع المسيح حل فيه النور الحقيقي مش ده سؤالك سؤالك لماذا لكي ينقل هذا النور للانسان لي انا والالتاني والالتالت ولهذا جعلنا ابناء لله يبقى هو بقى الابن البكر واحنا صرنا ابناء بالتبني ايه اللي خلاه هو ابن الله من اساسه ان ابن الله حل كل ملء اللي اهود في هذا الجسد وايه اللي خلاني انا ابن الله ان هذا النور بنفسه شعفية وهي دي الاجاب لماذا لكي ينير كل انسان يبقى هدف ان النور ظهر في الجسد هو ان يشع يشع بهذا النور في الانسان في كل انسان يقبل هذا النور هي مش عافية بقى لا الله مش بيحترم حرية رد الانسان اللي اللي عايز يقبل النور يشع فيه هيدخله النور اللي رافض ان النور يشع فيه هيدخله ازاي كيف يدخله اليه لماذا لم يظهر في هيئاته الاصلية نعم لو ظهر هيئاته الاصلية هيبقى نور لا تدركه الابصار ما لانت تقدر تشوفه ولا غيرك يقدر يشوفه ولا يقدر يتعامل معاه موسى النبي لما قال له انا عايز اشوفك قاله لا يراني الانسان ويعيش فهو نور لا تدركه الابصار ومن ثم لن تستطيع بالبصر ان تدركه ومن هنا فانه لما ظهر في الجسد الناس قدرت تتعامل معه وبالتالي فكرة ان يظهر في حيثه الاصلية هي المستحيل بعينه لانه هو لا يرى اي لا تدركه الابصار لماذا الجزء الاخير لماذا عندما اخذ جسد يقبل بكل هذه الاهانات والالام فلا يمكن للعقل البشري ان يصدق ان يكون اله بهذا الضعف انا لسه ايل هو الطرق لما بنطرق الحديد المحمى بالنار الطرق بيقع على الحديد ولا على النار على الحديد ولا يقع على النار فالالام وقعت على الانسان على الجسد ولا انتقع على الله الله لا يستطيع احد ان يهين ولا يؤلم ولا اي حاجة من اي نوع ولا يموت طبعا فالكلام اللابس بقى هنا انك تربط هذا اللي هو الالام بالله لا الالام وقعت على الجسد دون ان تقع على الله تقولي طب وحتى الجسد ليه يتقلم بهذا الشكل حتى يغلب به النور النور الالهي بقى هي يدينه الغلبة على الشر وعلى الشرير وعلى الموت اللي الغلبة دي نقلت للانسان فصار الشهداء ينتصرون على الالم وعلى الموت وعلى الالام اللي هي كانت قبل ذلك رعبا للانسان شكرا يا فتل الانبا سؤالنا التالي بيقول منطقة بقى غفران الخطايا لانه الاسئلة كلها جاية في الجسد ده لماذا لا يغفر الله خطايانا بإيماننا وتصديقنا له والرسله وأنبيائه والرسائل التي وصلت لنا عن طريقهم وكفى هي الاجابة تبدأ من ما هو غفران الخطايا غفران الخطايا بتعريف الشريعة الموسوية بتاعت موسى النبي معناه أن العقوبة التي كانت تستوجب بناء على الشريعة سترفع عن الإنسان هو ده الصفح زي قصة داود النبي لما حدث معه ما حدث مع امرأة قرية الحثي وجاله ناثان وهو تابز بالمعنى اللي انت بتقوله فقال له الرب نقل عنك خطيط صفحا لكن وفران الخطاي بالمعنى بتاع الإنجيل ليس معناه الصفح ليه لأن دلوقتي لو أنا سرقت محفظ تجاري وراح اشتكاني وجاء صديق ثالث ودفع الغرامة اللي هي الرسوم المحكمة والفلوس اللي أنا سرقتها وخرجت من المحكم براء غفران طب ما أنا السرقة لسه في دمي هروح اسرق محفظة اخرى واخرى واخرى لذلك فإن الغفران بقى ليس الصفح لكنه الشفاء من بقعة الشر ليه بقى النور ال الالهي ظهر في الجسد علشان يطهر طبيعتنا الإنسانية من بقعة الشر وهذا هو الغفران في تعريف العهد الجديد الذي مش مجرد الصفح لكنه التطهير من الخطأ شكرا سؤالنا الأخير هل الغفران خطايا البشر كان يستلزم تجسد الله لقد أجبنا دون أن نقصد إذا كان الغفران هو التطهير من بقعة الشر فكان لابد أن النور الإلهي هو الوحيد الذي يقدر يطهر من بقعة الشر هو الوحيد الذي يستطيع أن يعيد الإنسان إلى الصورة النقية التي خلق عليها آدم فلماذا إذن كان ينبغي أن يتجسد النور الإلهي في المسيح اللي هو ابن الله نوره الحقيقي حتى أن التطهير من بقعة الشر ينتقل إلى كل البشرية بالنور الإلهي من خلال الوساطة التجسد في المسيح يعني هو ظهر في المسيح لكي يشاع فينا فهو ما كانش عنده خطية لكن أنا عندي والتاني عنده والتالث فإذن لماذا يظهر النور في المسيح لكي يشاع فيه فأتطهر به من الخطايا شكرا نيافة الأنبة وصلنا لآخر حاجة في حلقتنا النهاردة نكمل حوارنا مع حضرتك في الأسبوع القادم يعني كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك أنا أيضا أشكرك دكتور ربنا خليك شكرا كل الشكر كل الشكر والتحية والتقدير لكم أيضا أعزائي المشاهدين ومتابعين في كل مكان نلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح وإلا لكو وإلا لكو ترجمة نانسي قنقر